السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا هقدم لكم النهاردة تفسير رؤية الميت ينظف البيت في المنام إذا شاهدت الميت ينظف البيت بالماء يكون إشارة إلى الاستقرار وإذا رأت المتزوجة أن الميت ينظف البيت بالماء يكون دلالة على الصلاح وإذا رأى الشخص أن أم المتوفية تنظف الأرض فقد تكون بشارة وقد تحمل أيضا إشارة إلى حل المشاكل التي بين أولادها رؤية ميت ينظف الأرض يدل على الأفراح والمصرات في الحياة كذلك تشير إلى رغبة الحالم في الهروب من المسئوليات اليومية عليه وهذا الحلم في توازن واعتدال يشير إلى الرقي في التفكير وأنك ترغف في القيام بأشياء كثيرة إيجابية في حياتك لذلك يبشرك بالحلم بأن الوقت كتحان والأيام القادمة كلها مصرات بإذن الله حلم ميت ينظف الأرض من خلال الكنيس يدل على الأفراح والمصرات القادمة للحالم في الأيام المقبلة رؤية الميت يكنس الأرض دليل على الرزق الوفير القادم رؤية ميت يكنس الأرض يدل على زوال الهموم والأحزام أيضا رؤية ميت يكنس الأرض وينظفها دلالة على تطهير النفس من الزنوب والمعاصي إذا رأى الشخص الحالم أنه يطلب من أخيه المتوفي تنظيف الأرض يؤول لعدة معاني منها مرور الحالم بالعديد من الأزمات في حياته ربما يشير إلى ضيق أو قرب في حياته إذا رأت المتزوجة أن الميت يطلب منها تنظيف الأرض فأن الحلم يؤول إلى الخير والرزق القادم إليها كذلك يدل على انتشار السعادة في بيتها حلم ميت ينظف الأرض للعزباء يدل على أن الفتاة تشعر بالإحباط وخفها الشديد من مستقبلها ورؤية الفتاة ميت يقنص الأرض مع البكاء يدل على حاجة الميت للدعاء والصدقة رؤية الميت يقنص الأرض وهو سعيد يدل على صلاحها للعزباء وعلى التغير الإيجابي الذي سيكون في حياتها رؤية ميت ينظف الأرض بالماء تشير إلى أنك تسير على الطرق الصحيحة في الحياة وتحاول تحقيق جميع طموحاتك وسوف تنجح بإذن الله ويكشف حلم تنظيف الميت للأرض أيضا على أنك سوف تتخلص من الشعور بالذنب تجاه أحد الأشخاص وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة